أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم أنا رح أتكلم عن موضوع كتير كتير مهم بعنوان الآبار المشققة وطبعاً هذه آية من الكتاب المقدس في العهد القديم من سفر النبي إرمياء النبي إرمياء إصحاح 2 خليني أقرأ الآية بعدين بشاركوا فيها أرمي إصحاح 2 بيتكلم في آية 13 لأن شعبي عمل شرين تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آباراً آباراً مشققة لطب التأماء هذه الآية هي فعلاً تعبير عن ما مر في إسرائيل أو بالتحديد مملكة يهودا أرمياء النبي عانى جداً من كل أنواع الاضطهادات النفسية والجسدية وطبعاً الرفض أيضاً من شعبه النبي أرمياء تنبأ في أواخر ملوك يهودا من الملك يوشية حتى السبي البابلي وطبعاً كنبي في روح النبوة كان بيتألم جداً وكان يعني بيشعر بحزن وأسى على خطايا شعبه وهاي الآية هي بالتحديد هي خلاصة يعني كل المشاكل والمقاسة اللي مر فيها شعبه قبل الذهاب إلى السبي البابلي وطبعاً قبل خراب أورشليم وتدمير الهيكل تدمير كاملاً وشاملاً في سنة 586 قبل الميلاد لاحظ معي من خلال الآية مكتوب شعبي عمل شرين المشكلة الأولى مكتوب تركوني يعني ترك الرب تركوني أنا ينبوع المياه الحية يعني تركوا الرب ابتعدوا عن الرب ابتعدوا عن المصدر مصدر الحية مصدر الخلاص الروحي تعرفوا أحبائي في أرمياء إصحاح 17 بيتكلم أنه كيف الواحد يبقى بجانب المصدر في أرمية 17 آية 7 مكتوب مبارك الرجل الذي يتكل على الرب وكان الرب متكله فإنه يكون كشجرة مغروسة على مياه وعلى نهر تمد أصولها ولا ترى إذا جاء الحر ويكون ورقها أخضر وفي سنة القحط لا تخاف ولا تكف عن الإثمار وطبعاً هاي الآية شبيهة في المزمور الأول عندما يقول فيكون كشجرة مغروسة عند مجار المياه التي تعطي ثمرها في أوانه وكل ما يصنعه ينجح إن ترك الرب هي مشكلة خطيرة جداً عندما كأمة كشعب يقرره يقولون لأله أبعد عنا لأننا بمعرفة طرقك لنصر مع إنه الكتاب بعلمنا كما هو مكتوب في مزمور 36 آية 9 لأن عندك ينبوع الحياة بنورك نرى نوراً فإذا ترك الرب هي مشكلة خطيرة جداً ولكن ترك الرب ليه؟ هنا الشيء الثاني لينقروا لأنفسهم أبار أباراً مشققة لطبط ماءاً يعني بصاحة 2 بيتكلم إنه صاروا وراء الباطل وصاروا باطلاً مكتوبة نجسوا بآلهة البعل يعني آلهة أرض كنعان اللي هي يعني فيها كل أنواع النجسات والعبادات والإباحية الجنسية اللي سمحوا لأنفسهم يمارسوا العادات الوثنية في أرض كنعان ثم يقول الكتاب والأنبياء تنبأوا ببعل وذهبوا وراء ما لا ينفع يعني راحوا وراء ما لا ينفع ثم في آي 11 هل بدلت أمة آلهة وهي ليست آلهة أما شعبي فقد بدل مجد بما لا ينفع فبقول إبهتي أيتها السموات من هذا وقشعري وتحيري جداً عن بخاطب السموات كأنه بيشتكي للسماء شو الشكوى؟ لأن شعبي عمل شرين تركوني أنا ينبوع المياه الحية لينقروا لأنفسهم آباراً آباراً مشققة لا تضبط ماءً اتنجسوا ذهبوا وراء ما لا ينفع بدل مجد بما لا ينفع مع أن الرب في إشعياء قال أنا الرب هذا اسمي ومجدي لا أعطيه لآخر ولا تسبيحي للمنحوتات تركوا الإله الواحد الوحيد اقنسوا الرب اقخانوا الرب وكسروا عهد الرب شعبي قد نسيني تخيل أنه بيوصل لوضع أنه الإنسان من كتر الابتعاد عن الله نسي الله خلاص كأنه الله is not exist الله مش موجود مش حقيقيوم متداخل في حياة الناس فوصلوا لوضع بقول عنهم في نفس الإصحاح شعبي قد نسيني وهنا حبائي بقول ليه لينقروا لأنفسهم آباراً آباراً مشققة تعرفوا أرض فلسطين احنا بنعتاش على المطر وأغلب الناس حتى يومنا هذا الناس بتحفر أبيار بير للمي ولأنه الأرض معظم الأرض صخرية لأنه معظم الأبني يعني مع التلال أو الجبال فبيعملوا بير وبيحفروا في الصخر ولما بينزل المطر عم بيكتشفوا أن المي مش مزبوطة مش صافية مش نبع هيك كفيها مية حلوة للشرب طيب والمشكلة الثانية أنه المي عم بتفوت بالشقوق يعني كل التعب وكل العناء وكل هاي الأمور لما بينزل المطر بدل ما يتعبى البير عم بتروح في الشقوق فراح كل تعبهم وكل جهودهم باطلة فإذن أبار عديمة الفداء وهنا حباء بيتكلم بنفس الأصحاح أنه اعتمدوا على التحالفات الأجنبية يعني بقول في آية 18 ما لك وطريق مصر لشرب مياه شحور اللي هي اسم تاني لنهر النيل وما لك وطريق أشور لشرب مياه النهر إن تركك الرب إلهك شر ومر يعني واو كلمة خطيرة جدا اللي بيترك الرب شر ومر يعني خطر معاناة مأساة كبيرة جدا اعتمدت على الشحور على مصر التحالفات الأجنبية يعني من قبل بيتكلم في سفر الملوك إنه في فرعون اسمه الشيشة أجا وبالعكس اللي كانوا معتمدين عليه هو اللي أجا ونهب بأرض القدس أورشليم مع الهيكل وكأنه أيضا إرمياء بيتنبى لأنه كان في أيام يشية ويشية قتل عن يد على يد فرعون اسمه نخو فإذن انت على مين بتعتمد يعني مثل ما قال الملك سنحريب في أيام حزقية على العكاز على مصر فاعتمدت على مصر ومصر لم تصعف ولم تساعد ولا أشور اللي هي أرض ما بين النهرين أرض العراق فبقولهم بكل بساطة أن تركك الرب هو شر ومر في الآية 19 ثم عن ماذا تبحث لماذا تبحث عن أمور غير يقينية على شو بتضع حياتك على شو بتضع ثقتك ما كل إنسان ميت وكل إنسان لابد أن يواجه الدينونة قد واجهوا الدينونة فعلا عندما دخل نبو خد نصر ودمر أورشليم ولكن الدينونة الأخطر والأصعب هي عندما يقف الإنسان أمام الله إيه بتحط ثقتك على أي شيء على السلطة على المال على الأنظم الدينية على فلان قال كذا وفلان قال كذا بدل ما إنك أنت تحب الرب من كل قلبك وتتبع الرب من كل قلبك كل الأمور زائلة في هذه الأرض تعرف اسمع كلام الرب يسوع المسيح بيتكلم مع المرأة السامرية في إصحاح الرابع بقول لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يقول لك أعطيني لأشرب لطلبت أنت منه فأعطاك ماء حيا فالمسيح هو مصدر الماء مصدر الحياة هو الماء الحي في يحنى 6 آية 35 مكتوب كل من يؤمن بي لا يعتش أبدا ولما بيكمل حديثه مع المرأة السامرية في الإصحاح الرابع قال لها ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعتش إلى الأبد بل الماء الذي أعطيه لاحظ الكلام يصير فيه ينبوع ماء ينبوع إلى حياة أبدية يحنى 4 آية 14 مكتوب في إصحاح 7 إن عطش أحد فليقبل إلي ويشرب من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي وبتذكرني الدعوة النهائية الختمية بسفر الرؤية الروح والعروس يعني الروح القدس والعروس اللي هي الكنيسة اللي إحنا عم ننادي في هاي اللحظة كل مؤمن بالرب يسوع عم بنادي الناس يقولان تعال ومن يسمع فليقل تعال ومن يعتش فليأتي ومن يرد فليأخذ ما حياة مجانا هذا في إصحاح 22 واحدة من آخر الآيات هي دعوة إلى الماء الحي فإذن ارمياء عم بيتنبأ أنه شعبه عمل شرين تركوا الرب مصدر وينبوع الحياة وبحثوا عن آبار مشققة عن مصر وأيضا بعل في كنعان وأشور في العراق وبحثوا عن كل هذه الآلهة الوثنية التي لا تنفع ولا تفيد خليني أسألك في الختام ما هي الأولوية الأولى في حياتك ولسيما ساعة الرب عن بالدق المسيح جاي عن قريب هل بتضوع وقتك على جمع المال والبحث عن السعادة والبحث لربما تشرب لكن ماء مالح ولا ربما تعدو خلف الصراب أنا أدعوك لتشرب مياه صافية مياه عذبة مياه حية من المصدر من الينبوع من يسوع نفسه له كل المجد ويمكن في هاي اللحظة أنت بحثت عن أمور كتير في الحياة تسندك ولكن أين اليقنية هل في أي دياني هل في أي شخص وعدك في الحياة الأبدية في الحاضر قال يسوع من يقبل إلي لا أخرجه خارجا ارفع عنيك وقول له يا رب أنا أقبلك ربي ومخلصي صليها وقول له يا رب ارحمني أنا الخاطئ ومن هاي اللحظة بعلن أنه أنت سيدي وانت راسي وانت تاجي وانت سيدي انت مخلصي انت ربي انت ملكي صليها من قلبك وأكيد الرب رح يأتي إلى حياتك إلى المصدر إلى الينبوع كل المياه الأخرى لابد أن تعتش أيضا لكن عندما تشرب يسوع أو مياه يسوع تحصل على أمهار مياه حية من الروح القدس اللي بتفيد في أعماقك وتنبع إلى الآخرين وأيضا الحياة الأبدية إذا الرب باركك شارك هذا الفيديو مع الآخرين أعمل شير وعملنا كمان لايك ربي باركك شكرا كتير شكرا كتير شكرا كتير شكرا كتير